السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حلوين يا رب تكونوا بخير بمناسبة بقى الشيطة اللي طبع علينا فجأة لازم ريحة الكيكة تفحفح كده في البيت هنعمل الكيكة رهيبة وحلوة جدا ويلا بينا نبدأ في الخلاط هنحط أربعة من البيت وبعدين هتنزلي على البيت بكيس من الفانيليا أو معلقة صغيرة من الفانيليا وهتحطي كوباية زيت إلا معلقتين كده أو كوباية لربع من زيت الدرة ونزلي عليهم بكوباية ونص من السكر وضربي بقى كل المكونات دي كويس جدا لغاية ما تلاقي الخليط تفتح معاكي خالص وبقى عامل فوم لغاية ما يوصل معاكي للقوام ده وتلاقيه عامل فوم والخليط ده افتح معاكي بالمنظر ده بترك نيع على جنب وبتكون مجهزة كوباية من اللي بنا عليهم ثلاث معالق من الزبدة ترفعيهم على النار لغاية ما اللبن ده يغلي تماما وعندك كوبايتين من الدقيق دي تاني مرة في النخل انت بتبقي نخلة مرة قبل كده وبتحط عليهم كيس من البكنج بودر أو معلقة كبيرة من البكنج بودر على رشة من الملح وانزلي بالدقيق على الخليط السيل وقلبي الخليط ده كويس جدا لغاية ما يبقاش فيه اي تكتلات يعني افضلي قلبي فيه هتلاقي الخليط تحت ايدك تقيل شوية مفيش مشكلة لان انت لسه اصلا محطتيش اللبن بيوصل معاكي للقوام ده تقيل بس مفيش اي تكتلات بتجيب اللبن وهو مغلي كده بتنزلي بيه على خليط الكيكا وابدا يقلبي واضح طبعا ان المضرب بتاع الكسر بس ولا يهمني ولا يهزني ومش هوجفها وهكمل يعني هكمل وبتفضلي تقلبي كويس قوي لغاية ما تلاقي قوام الكيكا بالمنظر ده بصوا هو بيبقى سايل شوية عن القوام الطبيعي بتجيب السنية متبطنة بزيت ودقيق وتنزلي بالخليط كده واخبطي بقى خبطتين ودخلي الفرن على الدراف اللي في النص على درجة حرارة 180 لمدة 45 دية بالزبط او على حسب حرارة فرنك هو ممكن نص ساعة وتبقى استوت معاك ممكن 45 دية او ممكن ساعة مفيش مشكلة على حسب الحرارة بتاعة الفرن وبتطلع معاكي بصوا الجمال بتطلع بالمنظر ده بصوا المرتفعة ازاي ولونها تحفة وطرية قوي وحشة جدا جدا انا من حلوتها عاوز اقول لكم ان انا عملتها خلال شهر بتاع 3 ا4 مرات بجد خطيرة مع كوباية شاي بقى والدنيا بتشتي وفرواءان كده يعني رهيبة حطيها بقى في لانشوبوكس الاولاد وحطوا اكلوها على الفطار شغالها معاكي في اي حاجة مش بتقول لا بصوا جمال مشاء الله عليها اعملوا جماعة بالطريقة دي وعلى ضمنتي فعلا رهيبة بصوا الكيكة دي انا كنت عاملها بنفس الطريقة مرة برضو من المرات اللي اتعملت بصوا ما شاء الله مرتفعة اها وطرية قوي وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يارب اكون قدرت اقفيتك ولو استفدتم من الفيديو متنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته